السلام عليكم أعزائي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرة النحو العربي والتي ستكون بعنوان من علامات الاسم التنوين وأنواعه حيث ستناول في هذه المحاضرة إكمالا لعلامات الاسم التي تحدثنا فيها في المحاضرة السابقة عن الجر ونبدأ الحديث اليوم في هذه المحاضرة عن التنوين وأنواعه فما هو التنوين؟ هذه العلامة لا يقبلها وهو التنوين إلا الأسماء التنوين لا يدخل إلا على الأسماء فما تعريفه؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة ليست من أصل الكلمة تلحق أواخر الأسماء نطقا لا خطا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا يعني تنطق نون ولا تكتب نون بل تكتب تنوين سواء كان هذا التنوين تنوين ضم مثل محمد أو تنوين فتح مثل محمدا أو تنوين جر مثل محمد وللتنوين أنواع نذكرها فأنواع التنوين أربعة تنوين تمكين أو تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين التعويض أو العوض فالتنوين له أنواع أربعة ولا يقصد بأنواع التنوين تنوين الفتحة أو الكسر أو الضم بل التنوين هنا له معنى في الكلمة يؤثر تأثيرا واضحا في معنى الكلمة وفي دلالتها وهو أربعة كما ذكرنا نبدأ بالنوع الأول وهو تنوين التمكين ما المقصود بتنوين التمكين؟ هو الذي يلحق هذا التنوين وهو من علمات الأسماء هو الذي يلحق الأسماء المعربة فقط ولسا مبنية المنصرفة أو المصروفة وليست الممنوعة من الصرف مثل رجل محمد زايد ودلالته في هذه الكلمات وغيرها يدل على خفة الإسم وأنه متمكن من الإسمية فهو معرب ليس مبني وهو مصروف وليس ممنوعا من الصرف فيدل على خفة الكلمة وعلى تمكنها في باب الإسمية فالكلمة أو الإسم لم تشبه الحروف فتكون مبنية ولم تشبه الأفعال فتكون ممنوعة من الصرف فهذا التنوين إذا وجدته في كلمة مثل رجل رجل أو رجلا أو رجل يدل على أن هذا الإسم ليس مبنيا وليس ممنوعا من الصرف أما النوع الثاني من أنواع التنوين وهو تنوين التنكير ومن اسمه هذا يتضح أنه إذا لحق بكلمة معرفة تكون هذه الكلمة بهذا التنوين تكون نكرة ولا يلحق إلا الأسماء المختومة بويه الأسماء المبنية المختومة بويه مثل سيباويه ونفطويه وخالويه وعمروويه هذه الأسماء مثلا سيباويه بلا تنوين يدل على عالم نحو الأشهر والأكبر فعندما يكون مبنين على الكسر بلا تنوين علم على سيباويه صاحب الكتاب صاحب الكتاب المشهور في النحو أما إذا نونته وقلت مررت بسيباويه بالتنوين فإنك تقصد به رجلا نكرة غير معروف ليس العالم الأشهر من أشهر علماء النحو وهو سيباويه فهذا التنوين يلحق فقط الأسماء المبنية المركبة المختومة بلفظ ويه مثل سيباويه ويدل في هذه الحالة على أن الإسم هنا نكرة وليس معرفة فعندما تقول قرأت كتاب سيباويه فهو سيباويه المعروف ورأيت سيباويه في الشارع فهذا رجل آخر نكرة غير معروف وغير مشهور مثل سيباويه ونكمل إن شاء الله تعالى أنواع التنوين في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى